رسالة دعم جديدة لقبرصة تركيا بعد فشل كل الجهود في إيجاد تسوية للنزاع حول الجزيرة المنقسمة بين القبارسة الأتراكي واليونانيين لم تعد أنقرة طالب بأي حل سياسي سوى إعلان حل الدولتين تدعو إلى الاعتراف بجمهورية فدرالية في الشطر التركي من الجزيرة يؤكد أردوغان أنه سيبعث برسائل دعم هامة خلال زيارته المرتقبة إلى هناك سأتوجه على رأس وفد كبير إلى قبرص الشمالية في العشرين من الشهر الجاري والمصادف لعيد الأضحى وسنؤدي صلاة العيد وسنرسل من هناك رسائل مهمة لكل العالم حول قرارنا باستمرار دعمنا الكامل والمطلق لجمهورية قبرصة تركية هي رسائل سياسية ضد اليونان أيضا وزير الدفاع التركي يطالب أثنى بالابتعاد عن التصريحات الاستفسازية والجلوس إلى طاولة الحوارة هدات حدة التصعيد قليلا بين الجانبين شرقية المتوسطة لكن إمكانية التوصل إلى حل ما زالت ضعيفة ثم تمنير أن الوضع سيبقى متأرجحا بين عدم السلم وعدم الحرب بين البلدين الخلافات بين الجارتين تركيا واليونان متأرجحة بين مدن وجازر منذ تأسيس الجمهورية وإلى يومنا هذا ويبدو أن هذه الخلافات ستستمر في ظل وجود خلافات عميقة بين الطرفين على الصعيدين السياسي والجغرافي أزمة دبلوماسية جديدة نشبت بين الجانبين الخارجية التركية استدعت السفير اليوناني في أنقرة احتجاجا على رفض أثناء قبول نتائج فحوصات فيروس كورونا للاعب فريق قلة صرايه رغم وجود بروتوكول اعتراف بين البلدين الخارجية وصفت هذه المعاملة بغير القانونية وأنها تتسم بالتمييز وبعيدة عن علاقات الصداقة ما فتح الباب مجددا أمام تصعيد كلامي بين أنقرة وأثناء لا تهدأ المناوشات السياسية وحرب التصريحات الكلامية بين تركيا واليونان فبالرغم من محاولات التقارب وفتح باب الحوار يبقى الخلاف وتضارب المصالح لعنوان الرئيس للعلاقة بينهما في ظل أزمات متلاحقة حول عددا من القضايا على رأسها النزاع الشرقي المتوسط والأزمة القبرصية عدنان جان العربي اسطنبول